السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في الله نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي نتمنى يلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبيعة الحل مع اخر الاخبار و اخر المستجدات اخواني اخواتي اليوم نتكلم على فضيحة كبيرة للسانتشيز اخبار جديدة وتطورات جديدة واللي كشفت العصابات ديال الجزائر وتطورات الحكمة ديال سانتشيز في قضية بن بطوش كذلك غدين شوفوا كيف هاش سيسي قلب الطابلة على عبد المجيد قمعي الاخوان شوفوا التفاصيل ديال هاد ما واضح ولكن دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا باللايك ودعمونا بالبرتاج والاشتراك ومتتابعي الافيئة شكرا جزيلا للدعم ديالكم المتواصل اما الضيوف الجداد مرحبا والف مرحبا ودائما مستمرين في فضح العصابة الحاكمة الجزائرية نظام العسكري الديكتاتوري ومستمرين في القضية المقدسة عن الشعب المغربي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان يريث الله الارض ومن عليها وعاش المغرب العاش من خانه ولا غالبة الا الله جمعة مباركة الجميع على بركة الله قد ندخل الصور بالموضوع وقد نبدأ كيف هاش سيسي قلب الطابلة على عبد المجيد كان بالمتوقع ان يتكون واحد القمة مبين امي الكويت وعبد المجيد والسيسي ولكن الرئيس المصري هو كيرفض اسلوب العصابات اللي كان في الجزائر كيرفض ديبلوماسيا ديال العصابات ديبلوماسيا المافيا والسبب اللي خلي هاد القمة ما تزعقدش هو ان السيسي غضب على عبد المجيد اللي انه كان واحد بحيث كان واحد اللي قائمة بين عبد المجيد ونيجيريا والجزائر وجنوب افريقيا واتيوبيا يعني واحد شكيله ربعي وهاد القرار اللي تم الاتخاذ دياله على هامش القمة ديال البروكزيل واللي اثر غضب السيسي وجود ايتيوبيا بحيث هاد الاخيرة عندها مشاكل مع ميصر بسبب تدعية بناء سد النهضة فمن بعد عدم لقاء الرئيس المصري عبد المجيد ويلغاء هاد القمة الجزائرية في الكويت يعني واحد الصراع ما بين الجزائر وميصر ومن المتوقع يعني يكون واحد التوافق ما بين مصر والمغرب وربما اخواني اخواتي يعني يكون واحد لحلقات جد جد وطيدة على رفض سيطرة الجزائر واتيوبيا ونجيليا وجنوب افريقيا على القرار الافريقي وانشاء قوة موازية للاتحاد الافريقي هنا لكل العرف بالجزائر تابعهم اللعنة وبالخصوص عبد المجيد اللي دائما لعنة تابعهم وهو ممنى حيس ومن هاد اللقاء او من بعد اللقاء ما بين الرئيس دي الايراني وعبد المجيد يعني مباشرة تنا الاخوان دار واحد الخطاب هاد عبد المجيد دلمنحوس واحد الخطاب بقال كي قرن او كي قلد جلالة الملك محمد السادس نصره الله دار واحد الخطاب مشابه للخطاب دير جلالة الملك محمد السادس في المحاولات دياله التقرب من دول الخليج يعني عبد المجيد بغير يتقرب من بلدان الخليج هنا كيقول او الخطب دياله كالتالي انه ما يمس هذا البلدان يمسنا نحن ايضا يعني هذا الكلام قالوا بعد مرورة 20 ساعة بعد اللقاء دياله مع الرئيس الايراني هنا اخواني اخواتي دول الخليج هي كتدعم المملكة المغربية وهي صديقة المملكة المغربية واصلا الدول الخليج كيعتبروا ايران هي المسؤولة على الهاجمات اللي كيتاردوا لها او اللي كتارد لها بلدها من جماعات الحوتيين وهناك رسالة الدمية الجزائرية عبد المجيد كان قولوا له طلعوا والله بطرع ما غدا تصوروا له وفي نفس الموضوع للعصابة الحاكمة العصابة الجزائرية ولكن اليوم بتورط مع العصابة الاسبانية او الحكومة الاسبانية اخواني اخواتي خرجات اخبار اللي كتكشف او اللي كيكشف لها المحامي اللي هو انتونيو اوردياليز وهو المحامي هو اللي كيقاضي بنبطوش اللي كيخرج بامور خطيرة بسبب تورط دي العدد كبير من المسؤولين الاسباني وكذلك الجزائريين في قضايا تزوير وقضايا اخرى كثيرة هاد المحامي اللي يفضح كل شي فضح الاسماء المزورة اللي يدخل بها بنبطوش الاسبانية كما انه شكون سبب عدم تفعيل اساطير القضائية حول الشكاوي السابقة وهنا اخواني اخواتي هاد المحامي يعني يكشف كل شي بوتائق وهاد المرة الاخواني الوتائق ودلائل ما جوش من الاعلام الاسباني ولكن اليوم هاد الوتائق وهاد دلائل جو من الاعلام المغربي هنا اخواني اخواتي وضح كل شي كشف بوتائق انه جوزت السفر مزورة والحوصل على تصاريح ديال الاقامة الاسبانية كي أكد باللي كل شي كي يكدب وكل شي متورط يعني حتى الحكمة الإسبانية والحكمة الجزائرية كاملين متورطين وهات الشي كدب في كدب والكدب ديالهم في المحاولة لإنقاذ بيدرو سانتجيس المسؤول الحقيقي لدخول الزعيم إلى إسبانيا وباش ما يتفضحش ضحاب وزيرة الخارجية السابقة أرانشا جونزاليس وكذلك رئيس أركانها للحفاظ على المنصب دياله بطبيعة الحال وهات الشي كي يكدو المحامي بدلائل وكما كتشوفها الإخوان الدلائق والوتا يقرها أمامك وهذا المحامي يعني دا الواحد السؤال المهم قال واش سانتجيس من اللي تلقى زعيم الميليشيات زعيم البوليزاريو زعيم الإرهابي في القيمة ديال بروكسيل على أنه واش هو زعيم ميليشيات دو أصل إسباني أو أنه قدم راسوب اللي هو غالي مصطفى أو أنه قدم راسوب اللي هو محمد عبد الله أو محمد بن بطوش وفي الإشارة باللي هاد الشي كامل مو زوار يعني هما كيستطعوا أنهم يزوروا أي حاجة هما مو زوارين كبار وهذا المحامي أكد باللي هاد إبراهيم غالي والدخول دياله بهذا الطريقة هي تصوير فيه تصوير والحكومة الإسبانيا وبيدرو سانتجيز هو اللي مرهد شي وضحب أرانشا جونزاليس باش يحافظ على المنصب دياله وأضاف قلب لهذا الاشتراكيين أو الاشتراكي الحاكم له وبيدرو سانتجيز كي يسيطر على دوائر القضاء الإسباني هاد النظام كي يمنعش من نسيان 283 جريمة اللي ارتكبتها البوليزاريو في حق الإسباني في حق بشرية إسبانيا وعلى الرغم من ذلك فأنا بردرو سانتجيز كي تلقى مساندة قوية من تحالف التقدم والمفوذية الأوروبية ومجلس أوروبا يعني رغم هاد الخروقات الكاملة اللي كيدلهم بردرو سانتجيز ولكن كيلقى اللي كيدعي مو تحالف ٍاتجز وفضح العاداء دياله للمملكة المغربية يعني احنا تأكدنا وجمل واضح ان بيدرو سانتشيز هو العدو الوحيد او العدو الاكبر للمملكة المغربية ولكن العدو المخفي يعني هاد بيدرو سانتشيز كيدل نهارو ما طالوه هو في تصريح ديالو وانه كيمد يديه المغرب باش يحلو صفحة جديدة ولكن هو نية ديالو فيها الغضر نية ديالو فيها الخبط بحيث ما كينش شفرق ما بينو وبين نظام ديكتاتوري العسكري الجزائري هما منطينة وحدة يعني هادو كان بي عندهم واحد العداء كبير للمملكة المغربية وكان رهين تقدموا الازدهار ديال المملكة المغربية وهما متحالفين باش يقسموا المغرب وهادش بطبيعة الحال عمرهم ما يفكروا فيه عمرهم ما يحلموا به لان قضية ديال الصحراء المغربية هي قضية كل المغربة والمغربة كاملين يدوحدة المهمة الاخوان هذا هو الموضوع ديالنا كانت منه تكون فيه الايفادة والاستفادة كانت منه ان الاعلام المغربي يزيد يفتح هادو العصابات هادو المافيا الاخوان ويما الاخوان وصلنا النهاية ديال هادو الفيديو كنتم مننا تدعمونا باللايك والبرتاج وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم وحمد الله تعالى وبركاته وجبه مباركة الجميع